الأحزاب السياسية ترى أن الإصلاح السياسي بعيد المنال والعديد منها يحتاج إلى ثورة إصلاحية حتى يمكن تسميته حزبا سياسيا بعضها لا يمتلك إلا مقرا واحدا نشاطاتها السنوية تعد على يد أصابع اليد الواحدة والكثير منها بأعضاء عازفون عن المشاركة الفعلية في النشاطات الحزبية بينما يتم الحديث بقوة عن إصلاح سياسي وحكومة برلمانية الأمر الواقع يقول أن فاقد الشيء بالتأكيد لا يعطيه كيف لا وبعض الأحزاب تزيد أعمار أمنائها العامين في سدة الأمانة العامة على العشرين عاما وكأنه شركة خاصة وليس حزبا سياسيا وزارة التنمية السياسية بحسب أمينها العام الدكتور علي الخوالد لا تلزم الأحزاب إلا بما تلزم الأحزاب نفسها به من خلال قانونها الأساسي والذي يتيح في العديد منها أن يبقى الأمين العام لدورة غير محدودة 47 حزبا أردنيا اليوم مسجلة في وزارة التنمية السياسية ولو افترضنا جدلا أن الحياة الحزبية في الأردن تقارب على الثلاثين عاما من عمرها فهو وقت كاف لإثبات شعبيتها إلا أن العديد منها لا يحفل به الشارع الأردني حتى تلك التي أسست إبان زمن الإمارة وما بعدها صفعة جديدة تتلقاها الأحزاب الأردنية بعد إعلان مركز الدراسات الاستراتيجية للجامعة الأردنية وقوع الأحزاب في ذيل القائمة بثقة 12% من ثقة المواطنين فيها الأمر الذي يضع الحكومة في حرج أكبر إذ أن من وظيفة الحكومة الارتقاء بالأحزاب وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية من خلالها إذ لا تزال الحكومات المتعاقبة مخفقة في تطوير الحياة السياسية في الأردن ومع ذلك لا يمكن إخفال التضييق الذي يمارس على الأحزاب ولا تعترف به أي جهة رغم وجوده حقيقة وما يدلل عليه بحسب الكاتب محمد العدات تعزيز الدور القبلي والعشائري على حساب الحزبي والعقاب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على المنتمين للأحزاب إضافة إلى قوانين الانتخاب التي لا تسمح بصعود الأحزاب ولا تعطيها أفضلية في العمل السياسي هذا هو الواقع فالأحزاب المؤثرة في الساحة الأردنية محدودة العدد وحتى تلك المؤثرة هناك بون شاسع في حضورها إذ لا يكاد يظهر منها سوى الحزب الأكبر أردنيا والذي سطاع أن يتجاوز عقبة الأمين العام الواحد وتداول السلطة والانتشار في المحافظات وجملة من عوامل الضعف التي تعاني منها غالبية الأحزاب الأردنية واليوم يبقى تحدي تمكين الأحزاب قائما على جميع الأصعدة رسميا وشعبيا فهل ستتنامل إرادة نحو صعود الأحزاب لممارسة العمل السياسي وفق الأسس الديمقراطية أم سيبقى مركبها سائرا بلا مجاديف اشتركوا في القناة